بسم الله الرحمن الرحيم الأول كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة بالنسبة عيد الثورة ثورة 23 يوليو طبعا أنا عارف أن موضوع الدواء موضوع يواخذ أهمية كبرى اليومين دول أنا حابب بس أطمن الجميع أن دي أزمة ومش عايزة سميها أزمة هي دي مرحلة وأتعدي لكن عشان أقول هو سبب اللي حصل ده إحنا وصلنا له ليه وصلنا له عشان إحنا مفروض أن 40% تقريبا من كل منتج دوائي بيجي مستورد من برا وبالتالي الجزء اللي داخل وبيستهلك العملة الأجنبية 40% من كل منتج دوائي بيتداول داخل جمهورية مصر العربية فبالتالي كنا محتاجين أن نحن نوفر دولار علشان المادة الخام المادة الخام عادة إحنا بنجيبها من دولتين رئيسيتين صين والهند وهي دي المسؤولة عن 85% من المواد الخام لكل العالم مش بس المصر عدم توفر العملة في الفترة اللي فاتت أو نقصها في الفترة اللي فاتت أثر على المخزون الاستراتيجي اللي موجود من العملة سوري من المواد الخام في المصانع في المصانع طيب هو المصنع مفروض يشيل مادة الخام قديه المصنع مفروض بيشيل أربع شهور مادة خام ثلاث شهور بمواد خام شهر على المكنة يعني وورك ان بروغرس أو انتاج يعني تحت الانتاج وبعدين في شهرين عند الموزهين وشهر في الصيدليات دول سبع شهور النهاردة كل ما كان في ضغط على العملة الأجنبية وعنم توفرها كان بياخد من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في المصانع ده ابتدى يقل فلما ابتدى يقل ابتدى يأثر على تواجد بعض الأدوية احنا كنا ملاحظين ده علشان نرجع نعيد انتاج أو نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ده اللي احنا بنعمله النهاردة